ترجمة نانسي قنقر حيث أكدت الوزيرة أن الشباب البحريني يمثل ركيزة أساسية ومحركة رئيسا للمشاريع والبرامج التنموية التي تشهدها مملكة البحرين وبأنهم الغاية من جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 مشيرة إلى أن اختيار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعلوان إشراك الشباب في خلق مستقبل حذري أفضل كشعار لليوم العالمي للموئل هذا العام يؤكد مدى الاهتمام الموجه لفئة الشباب على الصعيد الدولي خاصة في مجال التنمية الحضرية الذي يأتي في مقدمة الأولويات الأممية والحكومية على المستوى العالمي